وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري قال عدد من النواب أن قانون التخطيط العام للدولة يعكس التطور في الجهاز الإداري للدولة بما يحقق رؤية مصر 2030 القانون يتماشى مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماع للدولة المصرية حالياً يسعى لتحقيق رؤية الدولة في خطة تنمية المستدامة 2030 القانون يتضم العديد من المزايا منها مشاركة المواطن والقطاع الخاص في وضع الخطط نقل المسؤوليات والاختصاصات من المستوى المركزي إلى المستويات الإدارية المختلفة في الحي حتى القرية وحقق التنسيق الرأسي من المستوى الوزاري حتى مستوى القرية والمدينة والمركز هذا مشروع مهم جداً ومشروع يعني يعني بيعكس التطور للدولة المصرية بتحول إن هي تسعى إليه في مسألة يعني إعادة تحديث الجهاز الإداري والمنظومة الإدارية للدولة كن إن إحنا نبقى من سنة سبعين ونفضل طول الفترة دي مع الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الموجودة زي ورؤية مصر 2030 فإحنا كنا بصدد إن إحنا الحقيقة نطلع بهذا القانون لإنه مهم جداً في الفترة الحالية وإن كنت شايفة أن طبعاً كنت أتمنى أن قانون الإدارة المحلية يكون قابل قانون التخطيط العام لأنه في تدخلات كتيرة من بينه وبين قانون الإدارة المحلية هذا القانون الخاص بالتخطيط العام للدولة أتى بمستحسنات جديدة منها القطيط على مستوى القطاعي وهو أيضاً أمر لم يكن موجود في قانون التخطيط العام القديم أيضاً مستحسن آخر أتى به هذا القانون وهو موضوع المتابعة والتقارير الدورية التي ترفع من الوحدات إلى الوزارة المختصة إلى وزارة التخطيط ثم ترفعها بدورها الوزارة المختصة إلى مجلس النواب مشروع غاية في الأهمية على الدولة المصرية ممكن إحنا تكلمنا على قانون المالية الموحد ده استكمال دي واحد أهم المحددات للدولة المصرية نعد القانون بقاله أكتر من خمسين سنة متغيرات سياسية واقتصادية كتير مرت على الدولة المصرية يعني إحنا شغالين باقتصاد السوق والقانون السابق لا يعترف باقتصاد السوق نتكلم على تنافسية في السوق نتكلم على تخطيط لا مركزي تخطيط أفقي وتخطيط رأسي بتتكلمي على قانون غاية في الأهمية عين إلى الدولة المصرية لمبتغيها لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وبالتالي كمان أهداف الجمهورية الجديدة اللي احنا بنجده إليها